احنا بالمستشفيات انقصفنا ودمرنا سبنا المرضى العناية المركزة في النصر للاطفال تركناهم على الاسرة ما قدرنا ناخد اي مريض مصابين في الاستقبال وعيشين يتنفسوا ما قدرنا ناخد اي مريض وطلعنا تحت الدبابات وتحت الجيش والطخ حولينا والقصف والمدفعي داخل المستشفى داخل المستشفى الحمد لله اللي احنا نجينا بروحنا والحمد لله لوصلنا لهذا البواصيل بس انا بقول كلمة لكل العرب اللي بيحضروا الفيلم تبعنا لوين ايش بتطلعوا ايش بتساووا قاعدين على الكراسي اتحركوا غزة محتاجة لإغاثة غزة محتاجة للصليب الأحمر غزة محتاجة للصحافة غزة محتاجة للناس ينقل أخبارها تساعدها اللي بينطخ هناك اللي بتصاوب هناك بموت اللي بتصاوب بموت الشهداء على باب مستشفى النصر المرميين على الرانتيسي على العيون الرجاء لكل من هو انساني ويدعي الانسانية يتوجه لإغاثة قطاع غزة شو اسمك حضرتك؟ فادي أبو ريالة طبيب ممرض أنا ممرض في أطباء بلا حدود وأشغل في قسم العاملات المستشفى الشفاء وأنا موظف صحة طبعا وأشغل مع مؤسسة أطباء بلا حدود منظمة عالمية وللأسف لا أطباء بلا حدود ولا الصحة ولا الإسعافات موقع بلاحة قطاعيو